تفاصيل تعرض مدير مكتب الصدر لحادث سير على الطريق بين قربيلاء والنجف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفاد مصدر أمني اليوم بتعرض مدير مكتب الصدر لحادث سير على الطريق بين قربيلاء والنجف وأن مدير مكتب الصدر في النجف القياد في الطيارة الصدري حليم الفتلاوي تعرض إلى إصابات بليغة بعد تعرضه لحادث سير وبينا أن الحادث وقع على طريق قربيلاء النجف في منطقة الحيدارية مما أدى إلى انقلاب سيارته وضحرجتها إلى السيد الثالث ربنا هستروي سلم يا رب نشكركم على حسن المتابع لو أعجبكم الفيديو فضلا منكم وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته